حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن أبي العلاء بن الشخيري عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بيها وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثم المستبين مقال على البادئ ما لم يعتد المظلوم والمستبان شيطانان يتكذبان ويتهاتران حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري عن عياض بن حمار المجاشعي رفع الحديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جاهلتم مما علمني يومي هذا وإنه قال إن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال فذكر نحو حديث هشامين عن قتادة وقال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا حدثنا روح حدثنا عوف عن حكيمين الأثرم عن الحسن قال حدثني مطرف بن عبد الله حدثني عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها قال إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جاهلتم مما علمني يومي هذا قال وإن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال فذكر الحديث حنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا العلاء بن زياد العدوي وحدثني يزيد أخو مطرف قال وحدثني عقبة كل هؤلاء يقول حدثني مطرف أن عياض بن حمار حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جاهلتم فذكر الحديث وقال الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالم قال قال رجل لمطرف يا أبا عبد الله أمين الموالي هو أوي من العرب قال هو التابعة يكون للرجل يصيب من خدمه سفاحا غير نكح وقال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطاء مقصط مصدق مقن ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قرب ومسلمين ورجل عفيف فقير متصدق قال همام قال بعض أصحاب قتادة ولا أعلمه أعلمه إلا قال يونس الإسكاف قال لي إن قتادة لم يسمع حديث عياض بن حمار من مطرف قلت هو حدثنا عن مطرف وتقول أنت لم يسمعه من مطرف قال فجاء أعرابي فجعل يسأله واجترأ عليه قال فقلنا للأعرابي سله هل سمع حديث عياض بن حمار عن مطرف فسأله فقال لحدثني أربعة عن مطرف فسم ثلاثة الذي قلت لكم حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثم المستبين مقال على البادئ حتى يفتدي المظلوم أو ما لم يفتدي المظلوم حدثنا عفان حدثنا همام بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتكذبان ويتهاتران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتقط لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل خالد أشاك ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بيها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء قال سمعت يحيى بن سعيد يقول مطرف أكبر من الحسن بعشرين سنة وأبو العلاء أكبر من الحسن بعشر سنين حدثنيه أخ لأبي بكري بن الأسود عن يحيى بن سعيد عن أبي عقيل الدورقي بهذا